هذا الصراع الحقيقة خطير وينزر بأنه ممكن العملية كلها تبقى فيها مشكلات كبيرة جدا لكن إذا قلنا أنه الاستحقاقات دي تأتي فيه بناء على اتفاقيات حصلت قبل كده ومفاوضات بين الليبيين والليبيين بدون ضغط من أي جهة بدون تدخل من أي جهة والحياة بتابع بلاقي أنه فيه كل معسكر بيرفض المرشحين من المعسكر الآخر طيب إذا كان أنت بترفض ده وده بيرفض ده على من يمكن أن يتفق الليبيون طبعا عندي صندوق انتخابي وعندي قواعد القواعد دي سمحت بترشيح أو بترشح المشير خليفة حفتر أو بترشح سيف الإسلام القزافي أو بترشح أي حد طالما أن القواعد المعمول بها هي التي تسمح بذلك على الجميع أن يحترم القاعدة اللي اتفقوا عليها هم اتفقوا على قواعد مهمة جدا ولذلك أنا حقيقة كنت بتمنى أن تتم عملية إخراج المرتزقة قبل الانتخابات حتى لا يؤثر ذلك على العمل الانتخابي المشكلة التانية هي حل الميليشيات المسلحة لأن وجود أي ميليشيات مسلحة معناها أنها تأتمر بأوامر خارجية وأوامر داخلية والخلافات كثيرة جدا وكل ميليشيا لها مصالحة هذه الميليشيات من الذي يمكنه نزع سلاحها؟ من الذي يمكن أن يفكك هذه الميليشيات أو أن يدمجها في الأجهزة الأمنية؟ لابد أن تكون هناك قوة أكبر هي التي تستطيع أن تفرض هيمنتها وسيطرتها السلاح مقابل السلاح بمعنى أنه لابد أن يكون في قوة من داخل ليبيا قادرة على حماية العملية الانتخابية حماية نتائج الانتخابات من أي اعتراض سين نجح اعتراض صاد من الذي يفرض سين على الجميع لأنه جاء بإرادة شعبية؟ هنا الجيش الوطني ليبيا قادر على احتواء المشهد أنه لابد أن يكون عندك قوة مؤمن بأنها قوة وطنية قادرة على حفظ الأمن وبسطه داخل المجتمع الليبي إذا لم تكن هذه القوة محل اتفاق بين الشعب الليبي أنا دعنا من الفرقاء السياسيين الفرقاء السياسيين للأسف جزء كبير جدا منهم بيأتمر بأوامر خارجية جزء كبير جدا منهم مرتبط بدول خارجية شفنا المشري أول شيء اعترض على القانون الانتخاب وعلى حتى تشكيل لجنة الانتخابات أول خطوة يخطيها ذهب إلى تركيا كل واحد يستنجد أو يبحث عن من يدعمه دي حالة تنزر بخضر كبير جدا إذا كنا بنتكلم عن مؤتمر مهم زي مؤتمر باريس وحضرته أطراف مهمة جدا وفي مقدمتها مصر الداعمة لاستقرار ليبيا مصر لا يعنيها من ينجح أو من لا ينجح يعنيها أنه ليبيا تستقر وأن يجتمع الليبيون على شخص يختاروه لإدارة الأمور المرحلة القادمة دي تعتبر مرحلة انتقالية ما هيش مرحلة استقراره وبالتالي اللي هيجي تبقى عليه أعباء ضخمة جدا وهي العبء الأول توحيد الليبيين العبء الثاني إخراج المرتزقة من الأجانب من ليبيا العبء الثالث منع أو الحد من التدخلات الأجنبية سواء الإقليمية أو الدولية في ليبيا الرابع تفكيك الميليشيات المسلحة ودمج بعضها في الهيات فدي كلها مهام صحبة جدا جدا على من يحكم ليبيا في المرحلة القادمة ربنا يقدر الشعب الليبي على اختيار مصيره ويكون عنده فعلا القدرة على الفلترة لأنه طبعا هو عانى كتير على مدار عشر سنوات ربما زي ما احنا عنينا وزي كتير من دول المنطقة معانت فأعتقد ده اللي ممكن يكون محرك بالنسبة لهم أنهما يتقدموا لسندي الاقتراع وأنهما ينتخبوا من يمثلهم خلال الفترة نصبت واحد عامين لمن يعطي بالضبط كده ترجمة نانسي قنقر